بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف العام بسبب رحل حرب التي دارت بين إقليم تيجري والحكومة الإثيوبية أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها ستستأنف رحلتها إلى مدينة ميكيل لعاصمة إقليم تيجري الشمالي بدءا من يوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية ميسفينتاسيو قال في بيان إن استناف هذه الرحلات الجوية سيمكن الأسر من لم الشملي ويسهل استناف الأنشطة التجارية ويشجع التدفق السياحي ويجلم مزيدا من الفرص التي ستخدم المجتمع تاسيو أضاف أنه بعد اتفاقية السلام غادر طاقم الخطوط لمدينة ميكيل وتحقق من أن المطار بحالة جيدة للرحلات فيما أكد وكيل الرحلات في يد سبابا أن أول رحلة متوجهة إلى مدينة ميكيل حجزت بالكامل في غضون ساعات من صدور الإعلان من جهة أخرى أفدت وسائل الإعلام الرسمية أن أقليم تيجري أصبح بأكمله تقريبا متصلا بشبكة الكهرباء الوطنية وأن خدمة الاتصالات عادت إلى العمل في 27 بلدة هناك وفي سياق متصل قال مستشار الأمن القومي لإثيوبي رضوان حسين في تغريدة على تويتر إنه من المتوقع أن يستمر تسليم الأسلحة الثقيلة واستئناف مهام قوة الدفاع الإثيوبية في ميكيلي بالتحديد حتى يوم الخميس في إشارة إلى تنفيذ اتفاقية السلام التي دعت إلى تسليم الأسلحة الثقيلة وانسحاب القوات الأجنبية في غضون ذلك تحدثت مصادر محلية عن وجود جنود إريتيريين في بلدة شاير بيتيجري متهمين بنهب البلدات واعتقال المدنيين وقتلهم بعد توقيع الاتفاقيات جبهة تحرير تيجري رفضت بقاء هؤلاء الجنود في الإقليم الطالب زعيم الجبهة ديبريتسيون جيبري مايكل برحيلهم مؤكداً أن الجبهة سحبت جميع قواتها من خطوط المواجهة تطبيقاً لاتفاق السلام مع الإبقاء على بعض القوات في المناطق التي ما تزال القوات الإريتيرية موجودة فيها ترجمة نانسي قنقر